قال التبرق بأثار الأنبياء والصالح والأولياء ما شرك والدليل حديث مسلم رضي الله عنه شوف طوالي مع الأنبياء دخل جنو الأولياء طوالي دار يدخلهم طوالي مع الأنبياء طوالي دخل جنو الأولياء الأنبياء والأولياء درجة واحدة والرسل ذاته الله قال تلك الرسل فضلنا جنو بعضهم على بعض تجد دخل الأولياء طوالي دار يدخلهم مع جنو مع الأنبياء يا ناس ما اقولها يا اخي طيب حديث ام سلمة رضي الله عنها ابن حسيمين قال في شرحه لرياض الصالحين قال ام سلمة كان عندها شعرات من النبي عليه الصلاة والسلام شعر والشعر ده شعر الرسول اصلي صلى الله عليه وسلم بتخدته فيه موية الزول المريض بتدين الموية يشرب ده تبرق بمنه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من جسده صلى الله عليه وسلم ده ما فيه اشكال ده العلماء ما انكروا ما انكروا ابدا وقالوا التبرق بذات النبي عليه الصلاة والسلام بجسده ده ما فيه اشكال كلام ذا ذكروا مجموعة من العلماء منه الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه تحفة الاخوان باجوبة عن اسئلة تتعلق باركان الاسلام في باب العقيدة سألوا السؤال له وجاب الكلام ذا ابن باز قال لكن الصحابة والناس البعد النبي عليه الصلاة والسلام والاولياء والصالحون ديل عندهم بركة الولي عنده بركة لكن لا يتبرق به كما يتبرق بمنه بالنبي عليه الصلاة والسلام ليه ما يتبرق به قال أنه في البخاري ثبتت في كتابة تيمم البركة لآل أبي بكر أبو بكر وعائشة رضي الله عنهم جميعا عندهم بركة ثبتت في صيح البخاري والصحابة التانين ما تبرقوا بمنه بأبي بكر والرسول عليه الصلاة والسلام عنده بركة والصحابة تبرقوا ب where شنو بالرسول عليه الصلاة والسلام دل على أنه يتبرق به هو صلى الله عليه وسلم ولا يتبرق بغيره وين ثبتت البركة شنو لغيره في امتى المزالة دار يدخل طوال المكاشي كباشي وصاهم ديم خدتهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام دل يتبرق بهم وكذا وكذا دا كل أجمع هو الساوي وكذا بساي يأخذ لقبة في الدين ما يتبرك بهؤلاء وده ما ذليل عليه المسألة أم بيده البركة ثابتة في القرآن والسنة قال تعالى في القرآن عن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام وباركنا عليه وعلى إسحاق بركة ومن ذرية ما محسن وظالم لنفسه مبين ويوسف عليه السلام فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه على وجهه عقوب ألقى ثومنه يوسف عليه السلام ألقاه على وجهه فارتد بصيره ده الأنبياء أما أولياء ما بتقيسون عليهم وإن ثبتت البركة لأولياء الدليل ما ذكر عن أبي بكر الصديق وعن آلي أبي بكر ما بتجوز تبشي لك لأشيخ مويت الوضو تشربه والمويت بتنزل فيها الخطايا بتنزل معها الخطايا تقرطع في الخطايا تقرطع فيها سيدته قال بركة الشيخ والقال لك من الشيخ ده فيه بركة وذول بدعو للشرك فيه بركة ده بركة وين ده وإذا كان ذول الربة ما فيه بركة قروش ده ما فيه بركة يمحق الله الربة ويربي الصدقاء فما بالك بيز ولا الشرك إنما المشركون جنو نجس نجس